نصر الله وخطاب الطماطم والخيار افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله من نكد الدهر على اللبنانيين أن يخضعوا لأفاك هارب من وجه العدالة الدولية يملي عليهم نظريات ما أنزل الله بها من سلطان فهذا الشعب الذي يتحدر منه عشرات رؤساء الدول وكبار المسؤولين في أمريكا اللاتينية وغيرها وأعلاميون ومدير شركات ومصارف عالمية وفيه نخبة من الخبراء في شتى العلوم موزعين على مختلف قرات الأرض أليس من سخرية الزمن أن يصبح رهينة لعصابات حزب الله وحسن نصر الله هذا التابع الهارب من وجه العدالة الدولية الذي أطل مجددا من سردابه نصب نفسه هذه المرة مرشدا روحيا زراعيا وسنعيا بعدما كان يصول ويجول في ساحات التهديدات والعنتريات ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربية أين منه هتلر وستالين بات يكرر في الأوينة الأخيرة سفاسف الأمور وهو ما يثير الضحك إلى حد البكاء يطلب نصر الله من اللبنانيين زراعة شرفاتهم وأسطح بيوتهم بالخضار والحبوب طماطم وخيار لمواجهة الحصار الذي يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضته فيما حزبه يمنع عليهم زراعة أراضيهم في جنوب لبنان بعدما سبقهم إلى زراعتها بالألغام والقنابل العنقودية التي رمتها الطائرات الإسرائيلية على مختلف المناطق بسبب مغامراته العبثية وكان نبتها موتا ودمارا على ساكنها أما في البقاع شرقا فأنه يشجعهم على زراعة الحشيش في السهل الذي كان ذات يوم يطعم الإمبراطورية الرومانية قمحا وغلالا علهم يتخدرون وينسون ما يفعله ببيئتهم جنوبا ألم يكن أولى بالسيد المأزوم إيقاف زراعة المخدرات وتصنيعها وتهريبها والسماح لأصحاب الأرض بزراعة الغلال التي يعتشون منها بكرامة وعزة نفس طالما زعمها يقال إذا غضب الله على نملة أنبت لها جناحين ونصر الله المغضوب عليه دنيا وآخرة بات كالكفير الهائش في صالة لبيع الكريستال كيفما تحرك يكسر ويخرب متواهما أنه بخطابه السوفستائي يستطيع تغيير الواقع وإهم الناس بوعوده الخلبية فيما هم يزددون سخرية منه وازدراء طروحاته هذا المأفون الذي يطلب من الشعب المثقف والمتعلم أن يلجأ إلى إيران واهما إياه أنهى القوى الأعظم في العالم صناعيا وطبيا وعسكريا يتناسى أن نظام الملالي بات نتيجة عبثه السياسي يستجد العالم كي يمنحه بضعة ملايين من الدولارات لمواجهة الأزمات المعيشية التي خلفها لشعبه بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى 217 ألف تومان فيما لم تنفعه كل عن تريات قادته فهل من في مثل هذا الوضع يمكنه مساعدة الدول الأخرى؟ أم أنه بحاجة لمن يعينه؟ لا نكشف سرا إذا قلنا إن نار الجوع التي يتلظ بها اللبنانيون اليوم هي من صنع يدي هذا الأفاك ولا بد أن يأتي يوم ليس بعيدا يسحل فيه نصر الله في الشوارع كما صحل العراقيون الملك فيصل ونوري السعيد وعبد الكريم قاسم وعندها فقط سيدرك الإرهابيون ماذا جنت أيديهم